السلام عليكم السحر اللي عندو قرون وكي يحيد اللي عندو قرون سنوات دات الجدات وبقادر شيك يتوارد يحيد كل شيك يحيد باش بقوة الإيمان وقوة اليقين وقوة قوة التوكل على الله تعالى مثلا من الأمور اللي تي بيها تزول أعمالي الثقاف عند المختصين في هاد الميدان سورة قاف فعلا هي أحد الثقاف هو عبار عن قفل كي يستعمل الثقاف في واحد القفل وكي يرميه في واحد بئر مهجورة أو واحد البحر لهوية بعيد لا يخلط فيه الناس أو واحد مكان مهجور كي يرميه فيه ذاك القفل وكي بقى أنس المقفول فكتقس وتقاف بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيدا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ إلى آخر الآيات لأن فيها ربك قد تكلم على السموات والأراضين وعلى الملكوت أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا هنا قنقروها قنستعملوا واحد إناء ذي الماء وقنقرو فيها هذه الصورة ونكروا هذا المقطع ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ذاك اللي عنده اتقاث ما كان عنده القدرة على المعاشرة الزوجية ولا على الإنجاب هذا الماء ربك ينزل فيه البركة والتي سير فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج هذا الرحم كان ميت وذلك العروق وذلك الهرمونات كانت غير فعالة ببركة سورة قاف لما نقرأها في الماء ربنا سبحانه وتعالى يشافي ويعافي ويداوي إنه سميع قريب مجيب ذاك القفل اللي كان مغلوقي غير تحل وخصنا المفتاح كان قرأوا لي سورة الفتح بعد قاف كان قرأوا الفتح بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنَا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرْ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا إلى أخي الآيات فيها النصر فيها العزة وفيها السكينة وتنزلها لقلوب المؤمنين هذا الصورتين العظيمتين صورة قاف وصورة الفتح نقرأها في إناء من الماء وبنيت الشفى ونشرب ذلك الماء وقيكن هاتق في قديم كي بدي تحل كيتحل كيتحل بحل بحل واحد السيستام ومن البعض كيتشعر الإنسان بالراحة والطمأنينة وكيعد طبيعي جدا ولازد كلمة لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصالة على رسول الله ركي يعطي الله واحد القوة غريبة كي يعطي الله تعالى واحد الهرمونات والخلايا كتنتعش وكتعد عنده واحدة رغبة في الحياة وكيعد مقبل على الحياة لأن القرآن هو حياة أسأل الله تعالى أن يشافيك ويعافيك لأنه ندا وندا تارت المشكلة دي الضرب الأطفال الصغار الضرب مبرح كين ربما قد يكون هاتقاف أحيانا مشي روحي يقدر يكون هو نفسي لا إلا كان بعض الأولاد أو بعض البناء على وجه الخصوص كيتعرضوا للتعنيف هما صغيرات كتلقى ربما العائلة كتعنفها والضرب المبرح يعني كيلي إشت واحد مر واحد سيدة ولدها حلقوها من رجلها دل له بحل حولي وجيب الأم جيبها جيبها الشمعة وكتدي لها في صباحة بشتحرقها والوليد دي لها كيهددها لا علاش لأنه ألقوها عندها واحد العلاقة عاطفية مع إب الجيران في دروش وكده والأب غضب وقال لاجبت ليشوها والضرب مبرح يعني هديك البنت دازت 30 سنة دابا الآن وبقى مريضة بقى عندها رعشة كتفكر دك شديدة زاليها مع مبهها أمها مبهها الله يرحمهم ويبقى لحد الساعة عندها واحد شدة في نفسها الله فيك بركة الوحيد لا يجبك بفر عمي الحال وانك تدني الدعاء لا يجبك بفر يا ربي يا ربي يا كريم لا دائما أنا عميك ولي الله يحفظكم الله يحفظكم ومولاي الله يحفظكم يا ربي يشافيكم ويعافيكم ويعودكم خيرا هذه المعاناة اللي عندكم الشديدة ربي سبحانه وتعالى يرفع عنكم العانة والشدائب ويعطيكم الله الخير والبركة والتسير ويفتح لكم باب الرزق ويلقيكم الله مع أفضل وأنبلي خلقه يا ربي في القريب العاجل الله يفتح لكم باب مالي بواب بفضل الله وجود الله وكرم الله شكرا لكم مولاي شكرا لكم مولاي بارك الله فيك بارك الله فيكم وستدى المستمعين ربما كنت سمعوا بين الفين والأخرى هذه الاتصالات للشباب والشابات مغاربة لدائما كيكروا هذه النداء لأنهم كيشعروا بأنهم كيضروا في حلقة مفرغة هذه مدة كي تسنوا ربما شي شي مبادرة تاخذ بالدهيم ولكن داك شي قليل هما فكروا وأبدعوا هاد الأسلوب دي القناة كل واحد فيهم كيش جل على نفسه كيدي الرقم ديالو كيلي كيلي تلقى شي مساعدة من بعض الخير وكيلي ما زال هدي هدي مناسبة كان مغنقوا الأحباب الكرام وحنا في هاد الشهور هي شهور إخراج الزكاوات يعني في شهر محرم وما بعده المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات وما كيطوا الزكاوات ديالو ومخص كل واحد فينا عنده واحد المبلغ ديال المال اللي بلغ النصاب واللي مر عليه الحول لا حول ولا قائفة لا حول ولا قوتين لا أحس بك لا ندا واتش موجود في المجتمع الله يشافيك لا الله يشافيك وجعل أخر الأحزان يا رب شكرا لك ندا لا حول ولا قوتين لا بالله ندا أثارت واحد الموضوع من المسكوت عنه لسي شي تابو نخشي للناس كيلي مش تكلموا فيه وهو ما يسمى بالثقاف الوقف أن الإنسان كي تعمل العمل شيطاني أنه كي توقف يعني العلاقة العاطفية والزوجية ممنوع منها وهذا الثقاف كما يقع في الأجساد يقع حتى في في المحلة التجارية وفي الأراضي الفلاحية والعقارات هذا معروف الثقاف كي وقف لكل شي البوار يعني كي وقف كل شي لا بيع لا شراء لا زواج لا والو كي وقف هالثقاف وكي خلل الإنسان العلاقة العاطفية ما كتكملش وحتى لا لقد ظل أطلق مع شي إنسان هذه العلاقة للجماعة اللي غير ترتب على الحمل ما كتتمش نهائيا لأنك يوقع بلوكاج كامل وهذه هي عملية سحرية ربما الطب ما كي أمنش بها وكيعتبر بأن غير أزمة نفسية وأوهام وخيالات وله الحق في ذلك حسب المعطيات اللي ابت بين يديه لكن هي في الأصل هالثقاف لا يشتغل على الجسد ولا على النفس يشتغل صاحبه على الروح لأن السحارة كيعملوا على الروح الجسد رابعيد عليه وحتى النفس هتا يبعيد عليها ولكن الروح كي يسحرها وكيقوم بأشياء اللي انتم مغت العقل والمنطق غير مفهومة بالمنطق والعقل رب سبحانه وتعالى لم يخلق الشر لكي يفعل وإنما للابتلاء أي نعم الله طالعا خلق الخير وخلق الشر وخلق النعيم وخلق المتاعب حتى السحر مخلوق من خلق الله والله لخلقت الأمور كلها لنا الدنيا لعب إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاتر في الأموال والأولاد دنيا لعب الحياة الدنيا لعب وضع فيها الله سبحانه وتعالى كل المتناقضات وضع فيها الخير وضع فيها الشر وضع فيها الفرح وضع فيها الحزن وضع فيها الأمل وضع فيها اليأس وضع فيها الطيبين وضع فيها الخبتاء وضع فيها الحق والعدل وضع فيها الباطل والشر والظلم هكذا رب يخلق كل شي ليارى ماذا سوف نصنع هاتش هو ماشي رب يمكتبوا عليك للمكتاب هو ربي صبق في علمه أنه غد يوقع لأن الإنساء يقول لك ربي ربي ما كيكتبش علينا الأشياء نحن كنختار بعض الأعمال كنا أمور مكتوبة علينا وكنا أشياء اللي ربي سبحانه وتعالى ترك لنا العمل ولكن علمها سبحانه وتعالى قبل أن تقع لأن الله تعالى ما كنت سنجح توقع على الواقع عن يفهمه ويعرفه لأن الواقع مرتبط بالزمان والمكان والله تعالى لا يحكمه لا زمان ولا مكان هو خالق الزمان والمكان فقد سبق في علمه أن نذا ستتعرض للثقاف وغدقم فلان بنت فلان هل تقوم بها تصنع وقد علم ده بعد وقت من المكتب ربي غير ربي علم قبل أن يقع الفعل علم أنه سوف يقع لأن الله تعالى كيعرف الماضي والحاضر المستقبل ما كان وما سوف يكون وما لم يكون لو كان كيف كان سيكون لا يعجزه شيء ولكن الإنسان مسؤول عن أفعاله هذا الإنسان لدرس الشر مسؤول عن أفعاله كل نفس بما كسبت رهينة والله تعالى يقيم الحساب يوم القيامة لك لا تشيكوش يغرب كل شيء من المكتب لماذا تقول القيامة وغد يقول الحساب وغد يقول المساءلة وغد يقول لك لا تزل قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه لماذا هذه المسألة وغد يقول لهم وقفوهم إنهم مسؤولون لأنه مسؤول إنسان على أعماله فالمكتب ليس معنى أنه ربي أرد أن يقع معنى أن الله علم وصبق في علمه الأزلي أنه سوف يقع الآن للنادى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله